ينزل الستار على الدور النهائي إياب لأمجد الكؤوس الإفريقية بين التراج التونسي والأهل المصري وسط أجواء من الحماس والتشويق ويدخل الأهل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أسبقيته في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لواحد فيما تطمح الكتيبة التراجية في تجاوز نادي الأهل والانتصار عليها وذلك بإحداث ريمونتاد جديدة تقوده للحصول على اللقب القاري هذا ويعول أبناء معين الشعباني على عامل الأرض والجمهور لتجاوز تأخره في مباراة الذهاب في الآخر أنا دوري بحاول أهل لعبتي لعبتي كلها عندهم خبرات بحاول أهلهم الديوم لنقصهم عشان يبقوا إيجابيين في الملعب ويؤدوا بشكل إيجابي حاول نتيجة إيجابية لكن في الآخر دي الموطع أن واحد يصبح مباراة نهائية واللي حيلعب أفضل حيكسب وحنهني من الجموش ننتصر اليوم بنتيجة سورتو هدفين لسفر بش نجمو منهزو الشامبينز ليج مغير ما نكونوا أبليكي سورتيرا ومركزين على الكورة اللي نحن نحبون نلعبوها لذلك لذلك كل الملعبين بتاعنا خارجين على التخميم الذايا وأنهى كل فريق آخر حصصه التدريبية قبل المباراة وذلك للوقوف على جهزية لعبيها ويدخل لعبي الأهل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار في مباراة الذهاب بمصر عقدين العزم للفوز بالكأس من تونس فيما يهجف فريق الترجي للفوز باللقب معولا على الدعم الجماهيري على أرضه إن شاء الله بإذن الله مباراة عدي ولا تؤثر في مدى العلاقات المصرية والعربية المصرية التونسية وعلاقات الأهل والترجي خاصة تحديدا أهل والترجي علاقات بينهم موسيقى جدا على مستوى المسؤولين ممكن المجالس اللي دارة في الناديين على تواصل مستمر وتتجه الأنظار نحو هذه المباراة المهمة والتي يأمل الشارع الرياضي المصري والتونسي في أن تكون بعيدة عن الأجواء المشحونة أي أن كان الفريق الفائز إذ تظل علاقة الفريقين العريقة والمميزة هي الأهم ساعات ويسدل الستار على نهاء كأس رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي التونسي والأهل المصري على أرض ملعب رادس بالعاصمة التونسية وسط انتظار الجماهير العربية لهذا العرس الكروي المهم على أن ينتهي في كنف الروح الرياضية ويكون الفوز للفريق الأجدر نجلاء بخريس الغد تونس